نجم نجوم النادي الاهلي كابتن شاطة عضو اللجنة الفنية بالتحاد الافريقي ومدير اكاديميات النادي الاهلي هو وضيفنا دلوقتي مساء خير كابتن شاطة سهلا نور حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك صفقة مهمة وصفقة كبيرة وردود افعال كتير جدا في توقيت حرج رأيك في انضمام مسيماني لأسرة النادي الاهلي وتوليه مسؤولية المدير الفني انا قد اكون اسعد واحد ان انا في هذا اليوم عشان انا طوال الفتر السابق الى 20 سنة اشتغلتها في الاتحاد الافريقي كنت بحاول اطور هذا المدارب الافريقي عشان ينافس المدارب الاوروبي وحقيقة كابتن محمد الخطيب مشكورا يعني خد قرار جريء جدا وانا بشكر عليه انه حيخلي بقى دلوقتي المدارب الافريقي يكون له باع كبير جدا في افريقيا عموما لانه هي النادي الاهلي كون يكون سباق بهذا الموضوع حيوري انه مدارب الافريقي الانس اصبح له القدر على انه يشارك في بطولات افريقية بطولات محلية دوري محلي عالمي يخص كسر العالم الاندية فاعتمنى بس التوفيق لهذا المدارب ايه المعايير اللي حاجة تشوفها من وجهة نظرك تضمن نجاح هذه التجربة امكان اهم المعايير انه هذا المدارب مدارب محترف بقى له فترة طويلة من 2010 انا التقيت بكسر العالم في جنوب افريقيا وكان حياء مع كارلوس البيرتو بارييرا طبعا مدارب برازيلي الشهير اه البرازيلي وانا كنت حياء مدواجد في هذه البطولة كعضو لجنة فنية بالاتحاد الدولي والتقيت بهم وحياء كنا موجودين وعنده خلفية احترافية كبيرة جدا مع ساندونس لأكتر من 7 او 8 سنوات بيقود هذا الفريق وساندونس في جنوب افريقيا زي النادي الأل هنا يتمتع بجماهيريات جديدة جدا وله برضو بطولات كثيرة جدا فهو عارف ناديين في نفس الموقع البطولي الموقع التنفسي الجماهير دائما بتطلب منهم هذه البطولات فواضح ان الاختيار موفق بنسبة 100% لانه ظروف متشابهة جدا بالاندية الكبيرة نادي ساندونس والنادي الاهلي وعده كده هو التقى كمان مع النادي الاهلي 4 او 5 مرات في اخر سنتين فطبعا عنده خلفية كبيرة جدا بانه جيهنا مرتين 3 او 4 لعب والنادي الاهلي راح له في جنوب افريقيا فانا حياح حريص جدا على اننا هنأتك المخدر الخطيب اول ما تم التعاقد واتقول له ان شاء الله خطوة موفقة ونرجو التوفيق لهذا المدرب عشان حق لانا ان شاء الله بدولة افريقيا بيزن الله لو بنتكلم كورة اي اكتر حاجة بتميز كورة موسيماني شفتها وتبعتها مع سان داونز وتتمنى انها تتنقل للنادي الاهلي في الفترة كورة الهجومية ما عندهش حاجة اسمها زون ديفينس ما عندهش العجلة اسمها يرجع بها دافع وعدي كده اكون ترتاك لا عنده بيلعب كرة قدم من اجل الهجوم من اجل المكسب دي حتى مهمة جدا طبعا ودي طبعا نفس الفلسفة بتاعت الكورة الاوروبية هو طبعا عمل كثيرا مع المدربين الاوروبيين وحضر اكتر من دوراته في اوروبا وكمان الاتحاد الالماني بصفة مستمرة موجود في جنوب افريقيا بحيث انه عندهم دورات تدريبية والبروفيشنال لايسنس والحاجات دي كلها عندهم فبالتالي يعلم تماما الحقيقة الفكرة الاوروبي مع الفكرة الافريقي مع طبيعة اللاعب المصري طبيعة اللاعب الافريقي دي حتى مهمة جدا حقيقة احب انا اؤكدها في هذا لو طلبت معك توجه للعابة النادي الاهلي رسالة احنا بنقفل صفحة رينيفايلر بحلوها ومرها واعتقدوا لعابة النادي الاهلي بتفتح صفحة جديدة بوجود موسيماني كمدير فني ايه النصيحة او ايه الرسالة حيك تحب توجهها لعابة النادي الاهلي عشان يقدروا يكسبوا ثقة موسيماني ويكونوا داخل الخطة او رؤية بتاعته الفريق والله انا اهم حاجة اتمنى من اللاعب المصري الان يتعامل مع موسيماني على انه مدرب محترف له قدرات كبيرة جدا عنده شخصية قوية جدا قد لا يعلموها انه احياء يجب ان يتعاملوا معه بحظر شديد جدا انه هو لن يجامل حد وانه جاي هنا عشان يكسب النادي الاهلي بطولة افريقيا وعايز يخلق نفس اسم داترك سانداونز وهو في قمة مجدو ويعني امساعد اقولك يعني اتكلم على الماليات وكده لانه اساسا لا يسعى وراء المال لانه هذا الرجل الحقيقة يعني من الناس اللي أنا تعملت معاه عنده اكاديميات وعنده مدارس كرة قدم ويعني هو اساسا يعني جاي هنا يحقق حاجة فلازم اللعبة تلتزم في اداءها ولازم تكون حريصة على ما تقدم افضل ما عندها ان شاء الله ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله ان يكون نجح وموفق مع النادي الاهلي ويضيف لمشوار مشوار وشخصيا ومشوار نادي الاهلي مزيد من البطولة شكرا جزيلا كابتن شاطر شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني انا كلمت مع حضراتكم من البداية على المعايير اللي مرتبطة بالكورة حسبت الكورة زي ما قلت حقاكم يمكن الجمهور بشكل كبير في الفترة الاخيرة مركز على بطولة افريقيا بيتكلم على مواجهة الوداد لا يمكن ما كانش راضي عن الاداء بشكل كبير لكن خلوني اقول لحضراتكم انه يمكن اتخاذ القرار بالنسبة للنادي الاهلي ما كانش بس كورة الحقيقة كان فيه عدد من المعايير تانية يعني بالاضافة طبعا للجزء الرياضي او للشق الرياضي كلمنا في موضوع السيبي وكلمنا في معايير الاختيار سواء خبرة او درايبة الكورة الافريقية ومعرفة بفرقة النادي الاهلي تقدر تساعدوا على انه يتجاوز المرحلة الصعبة دي لكن الحقيقة خليني اقول لحضراتكم انه الاهلي كمان كان لي نظرة وبعد بعيدا الى حد كبير جدا عن الرياضة وحضراتكم عارفين انه يمكن من الاقل من سنة فاتت مصر كانت بتترقص الاتحاد الافريقي وتسلمت جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد من مصر ويمكن الاهلي شافية فرصة طبعا معايير المصلحة والكفاءة واعتبرات المصلحة والكفاءة موجودة لكن ليه لأ ما ندعمش توجه الدولة في الترابط مع الدولة الافريقية الرجوع لقارة الافريقية مرة تانية واعتقد انه الرياضة كانت ومزالت والاهلي ببطولاته وبنجاحاته وبنجومه اعتقد سهمه بشكل كبير جدا في انه يكون في قاعدة جمهرية للدولة المصرية على مدار سنين جدا ليه ما ندعمش ده ردود الافعال خدوا بالحضراتكم ردود الافعال على اختيار موسيماني كمدير فني في القارة الافريقية كان ليها اثر ايجابي بشكل كبير جدا على شعوب القارة الافريقية بشكل عام وعلى شعوب جنوب افريقيا بشكل خاص ويكفي انه رمفوزة رئيس جنوب الافريقي بعت برسالة تهنئة قال صحيح نفتقد موسيماني كواحد من اكتر الكوادر الرياضية تأثيرا في جنوب افريقيا لكن احنا سعدة جدا بانه ينتقل لمصر والشعب المصري الشقيق وده بالتأكيد هيساهم في انه هو يقوي الروابط والعلاقات بين الدولتين جنوب افريقيا واحدة من اكبر اقصادات في افريقيا وده ممكن كمان يكون محور تالت بعد تالت بيبص فيه الاهلي نظرة بعيدة شوية من ناحية الاستثمار خدوا بالحضراتكم انه بعد اقل احنا بنتكلم في اقل من 48 ساعة من تولي مسيماني المسئولية والاعلان عن التعاقد مع مسيماني نتكلم على اكتر من 150 الف من دولة جنوب افريقيا انضموا لصفحات ومواقع النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير بتسأل على تيشرت النادي الاهلي وناس كتير جدا بتشارك على صفحات التواصل فنقول لحاكم في خلال 48 ساعة بنتكلم على دولة من اقصى جنوب القارة حصل لها ارتباط او تواصل مع النادي الاهلي وده بعد يمكن استثماره بشكل كبير جدا على كل احوال صفحة النادي الاهلي وجماهيره بتنظر لها بعين التفاعل بشكل كبير ونتمنى ان شاء الله انه الايام اللي جاية تأكد على نجاح الاختيار وتأكد ايضا على نجاح المشوار مستمرين مع حضراتكم تابعونا اشتركوا في القناة